سؤال آخر يقول السهل هل يجوز للمرأة أن تعمل في مجال النيابة الإدارية وقد تصل إلى الرئيس محكمة إدارية نقول يا رعاك الله إن هذا السؤال يسير مثالتين المسألة الأولى تقلد القضاء في ظل علمانية التشريع وتعطيل أحكام الشريعة والثانية تقلد المرأة للقضاء بصفة خاصة أما بالنسبة للمسألة الأولى فلا يخفى على مثلكم أن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحدا وأن الحكم بغير ما أنزل الله من المحرمات القطعية في الشريعة وأن الأصل وجوب التحاكم إلى الشرع المطخر وأن تحكيم الشريعة عند القدرة على ذلك أحد معاقل التفريقة بين الإيمان والنفاق وأنه نعم يرخص يرخص في اللجوء إلى القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلا إلى استخلاص حق أو دفع مظلمة لانعدام البديل الشرعي القادر على ذلك وأنه يحرم تقلد ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد إلا إذا تعين ذلك سبيلا إلى دفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين شريطة العلم بالأحكام الشرعية وكون الغاية من هذا الترخص تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر وتكثير ما يستطيع تكثيرهم من الخير لهم مع كراهية القلب لتحكيم القانون الوضعي وبقاء هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء هذه المعاني كلها جاءت في قرار لمجمع فقاء الشريعة بأمريكا تحت عنوان حكم العمل القضاء خارج جيار الإسلام القرار ينص يحرم تقلول ولاية القضاء في ظل سلطة لا تؤمن بالشريعة ولا تدين لحكمها بالطاعة والانقياد إلا إذا تعين ذلك سبيلا لدفع ضرر عظيم يتهدد جماعة المسلمين ويرجع في تقديل هذا الضرر إلى أهل الفتوى ويشتغط للترخص في هذه الحالة العلم بالأحكام الشرعية كون الغاية تخفيف ما يمكن تخفيفه من الشر اختيار أقرب التخصصات القضائية لأحكام الشريعة الإسلامية ما أمكن ولعل المحلي السؤال هنا العمل في المجال لداري لعله أقل هذه الأفرع القضائية مساسا أو تضاربا أو تضادا أو تعارضا مع أحكام الشريعة وإكرار هيئة القلب من تحكيم القانون الوضعي وبقى هذا الترخص في دائرة الضرورة والاستثناء لا شك أن تولي الصالحين الأكفاء من المسلمين بعض الولايات العامة خارج بلاد الإسلام أو في البلاد التي تحكم بالقوانين الوضعية المخالفة للشريعة أولى من ترخها لأهل الشر والفساد وبطانة السوء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون كما فعل نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأذكر السلام هذا بالنسبة للمسألة الأولى ترجمة نانسي قنقر